لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة صومالية من طراز أمبراير بعد أن اختل توازنها في مطار مقديش الدولي وفقد قائدها السيطرة عليها لتنحرف عن مدرج المطار وتصطدم بجأة حواجز البحيطة به تتبع الطائرة لشركة هلا إيرلاينز وقالت وزيرة النقل الجوي فوزية عثمان أن الطائرة كانت تسير في رحلة داخلية وعلى متنها نحو خمسين راكبا وأضافت أن إحدى عجلات الطائرة قد انزلق أو تعطل في لحظة هبوطها ما أدى إلى خروجها عن المدرج ووفق هيئة الطيران المدني الصومالية فقد نجى جميع أفراد الطاقم والركاب ولم يخلف الحادث سوى إصابة لشخصين